والآن معنا من القدس المحتلة مرسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسي دانا لو تطلعين على الأجواء والتفاصيل الآن بشأن استهداف بعض مستوطنات غيلاف غزة بعد التحية دعينا نقول أن المشاهد التي حصلت قبل ساعة وأكثر من الآن تعيدنا إلى السابع من أكتوبر وهذه الرشقات الصاروخية الكثيفة المتتالية حتى وأن هذه الرشقات الصاروخية كانت الأعنف والأكثر كثافة وقوة حسب التعبير الإسرائيلي وخاصة هذه الرشقات الصاروخية التي استهدفت وسط البلاد ومركزها وعقر دار الحكومة الإسرائيلية تل أبيب نتحدث أن صفارات الإنذار كانت قد فعلت وقد دوت في العديد من المناطق وعلى رأسها وسط تل أبيب الكبرى كما تسميها المنظومة الإسرائيلية فضم بذلك كل ضواحيها الجنوبية والشمالية كذلك الحال كانت صفارات الإنذار قد دوت في ريشون لتسيون في بيت تحتكفة وفي العديد من المناطق التابعة إلى تل أبيب وكان هناك تقديرات وتقارير إسرائيلية تقول أنه على الأقل تم رصد إطلاق 35 صاروخ من قطاع غزة نحو تل أبيب وشهود عيان كانوا قد أكدوا وكذلك وسائل إعلام إسرائيلية القول بأنه كان قد صمع صوت انفجارات ما يزيد على 20 صاروخ لربما ناتج هذه الأصوات عن اعتراض القبة الحديدية ولكن في المقابل الإسعاف الإسرائيلي كان قد تحدث عن سقوط شظايا بعض الصواريخ ما أدى إلى التسبب في إصابة مباشرة لمنزل أو لمبنى في بيت تحتكفة جنوب تل أبيب الحديث أيضا عن ما يحدث تزامنا مع هذه الرشقات الصاروخية في تل أبيب ويعني لجوء المستوطنين إلى الملاجئ كان هناك صفارات الإنظار قد تزامنت أيضا مع أزدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة نتحدث أن هذه المرة تقريبا الخامسة التي دوت فيها صفارات الإنظار في مستوطنات غلاف غزة منذ صبيحة هذا اليوم وهذا الأمر لا يختلف وطأته ولا تقل وطأته فيما يحدث في الحدود الشمالية نعم طيب دانا كيف يفسر هذا الأمر داخل إسرائيل خاصة مع الحديث عن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق في شمال قطاع غزة وكذلك الإعلان عن أنها دمرت البنى التحتية للفصائل ومنصات إطلاق السواريخ ما الذي تسوقه إسرائيل من مسببات هذا تفنيد للرواية الإسرائيلية ولربما هذا يضع المنظومة الأمنية العسكرية تحت طائلة المساءلة من جديد وخاصة بعد قولها بأنها سيطرت بشكل كامل على العديد من المناطق في قطاع غزة ولسيما تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس في منطقة الشمال ولكن الآن الأوساط الإسرائيلية تتحدث أنه يجري فحص أماكن إرسال هذه الرشقات الصاروخية لتأكد من أن ما زال في قدرة المقاومة إطلاق هذه الرشقات الصاروخية رغم تفاخر الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة العسكرية أو السيطرة السياسية في منطقة قطاع غزة وهناك ترجيحات بأن تكون هذه الضربات بالفعل من مناطق الوسط أو حتى في شمال القطاع وليس في الجنوب كون هناك معارك ضارية مع جنود الاحتلال ومع فصائل المقاومة الفلسطينية هذا يدلل أنه مع دخولنا الشهر الثالث في هذه الحرب أن المقاومة الفلسطينية ما زال لديها القدرة والعدة والعتاد على إرسال هذه الرشقات الصاروخية إلى مناطق بعيدة المدى نسبيا وكذلك الحال كان قبر عاجل من كتاب القسام تفيد بأنه تم قنص جندي إسرائيلي كان على ظاهر ضبابة في المعارك في قطاع غزة بريا وهذا يعني من المرجح أن يتم الإعلان عنه لاحقا من قبل الجيش الإسرائيلي في بياناته ما يزيد أعداد القتلى وأعداد الجرحى في صفوفه وخاصة أن بيانات جيش الاحتلال صباحة هذا اليوم كانت قد أعلنت عن مقتل ثلاثة أو أحد هذا القتلى كان ضابط ونتحدث أيضا عن ثماني إصابات في المعارك الضارية والحديث الآن عن إصابة خمسة من الإسرائيليين في الحدود الشمالية وذلك بسبب الاستهداف المتواصل من قبل حزق الله للمنطقة الحدودية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة شكرا نادان أبو شمسية مرسلتنا من القدس المحتلة على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر